انت مفعم متيم بالمسرح وده واضح سيمة ولا تلفزيون الاجابة اللي مفروط تتقل انها السينما ليه هي المفروض هقولك لانه كان زمان يتقل انه السينما هي التاريخ اه زكرة دلوقتي ولا تلفزيون زكرة ولا سينما زكرة بس تلفزيون تأثير التلفزيون تأثير وبيخش في بيوت اكتر الحاجة التانية انه ادوات تنفيذ البروجيكت التلفزيوني او المشروع التلفزيوني هي هي دلوقتي ادوات تنفيذ المشروع السينماي انت عملت استجلاب استيراد لكل فرق التنفيذ السينماي كلهم بمخرجين بممثلين بمنترين بمصورين بي 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 الى اخيرة هاتهم كلهم عملهم تلفزيون وده واضح مع دخول المنصات فبقت الكواليتي زيها زي السينما فيش فرق فانا دلوقتي ما اقدرش اقولك في الالفية الالفية اللي خلاص بتخلص دخلي في الالفية الجديدة انه لا اصلا السينما هي الاهمة من التلفزيون واحد بالنسبالي واحد يعني انا انا اشتغلت مع مخرجين بتوع السينما اصلا كلهم سينما انا اختياراتي الحمد لله ربنا بيوقعني مع مخرجين سينما اللي بشتغل معهم ممثلين سينما انا رجل بشتغل سينما تمام مش التلفزيوني القديم اللي هو بالمناسبة الشغل بتاع مسبيرو زمان شغل اصد صالح مرسي شغل استاذ قسامة انا راقاشة شغل الاستاذ وحيد حامد انه اشتغلت معاه في يوم الايام ما هو دي اسمها العصر الدهبي للتلفزيون بإمكانيات قليلة مش زي اللي عندنا دلوقتي ولكنهم مع كامل الاحترام ليجيلي والله هيجي بعدي لا الناس دي اعظم بمراحل دول اللي قفلهم منهج فده راضي على سؤال حضرتك انه بالنسبة لي سينما وتلفزيون سينما